رد فعل خاص بالانسحاب من مباراة السوبر هل شايف ان العقوبة مبالغ فيها 12 مباراة هل متوقع ان يتم تخفيف العقوبة بعد الاستئناف عليها بص انا اقول لك هو قربة اخطأ ده ما فيش خلاف علي واخد بال حضرتك والنادي الاهلي عارف كده الزمال كانون عن تصريح يهز مصر والاهلي بعد قرار الانسحاب من كأس السوبر المصري سيد عبد الحفيظ الاهلي يدرس الانسحاب من كأس السوبر المصري بسبب كهر السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطر فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس نسعكم الله بالخير عندنا سحب على مية جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط تتفرج على 20 فيديو سابقين في قناة كورا شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات وبإذن الله كمان شهر سيكون السحب على مية ايفون برو ماكس الزمال كيولن عن تصريح يهز مصر والاهلي بعد قرار الانسحاب من كأس السوبر المصري تحدث واليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن عدة ملفات داخل اروقة الجبالاية مشيرا الى ان ما تردد عن اخفاء خطابك في الموسم الماضي وازمة قيد لعب الزمالك وقال العطار في تصريحات عبر برنامج النجوف في رمضان على اذاعة الشباب ورياضة خلاف ما احمد مجاهد بسبب انه كان متابع ويتدخل في كل شيء لم اكن سعيدا ولم اكن منزعجا من فترته وتابع ان طبيعة عمل تنفيذ قرارات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعمر الجنين كان مختلفا عمل بطريقة احترافية مثل الشركات العالمية واضاف هاني ابو ريدا دوره حقيقية في مساعدة مصر والاندية في البطولات الدولية والافريقية ولا يتحدث عن ذلك لكن الجميع في المجارة الرياضية يعلم دوره جيدا وعن ما تردد في الموسم الماضي بانه اخفاء خطاب الاتحاد الافريقية لشان الاندية الرغب في استضافة انهاء دور الابطال وانزعج ادارة الاهل قال علاقة جيدة بمجلس ادارة القلعة الحمراء ولا يوجد خلافات معهما وما اقدرش ازاع الجمهور الاهلية وعلاقة جيدة بالثناء خلد مرتجة والعمري فاروق وتعاملنا كثيرا في الحديث عن الواح سيد عبد الحافظ الاهلي يدرس الانسحاب من كأس الصور المصري بسبب كهربا بدأ الناد الاهلي منذ قليل اجتماعه الطار لبحث ازمة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الكروي الأول بالناد الاهلي في عقاب قرار لجنة الانظباط في اتحاد الكرة بيقافه محمود الخطيب رئيس الناد الاهلي مجلس الادارة الاجتماع العاجل اليوم مناجر بحث الرد بالقانون على قرار لجنة الانظباط بيقاف كهربا الاهلي صباح اليوم الاربعاء التاسع عشر من ابريل بمذكرة عاجلة الى اتحاد المصري لكرة القدم بخصوص العقوبات الصادرة عن لجنة الانظباط بحق الناد ولاعب الفريق محمود كهربا واستفسر الاهلي في المذكرة عن أسباب العقوبة على محمود كهربا وما هي اللايحة التي تم الاستناد عليها في فرض مثل هذه العقوبة القوية فضلا عن السبب وراء تأخير العقوبة كل هذه الفترة بخلاف المعتاد من فرض العقوبات عقب المباريات المباشرة وتسود حالة من الاستياء الشديد جنبت الناد الاهلي بسبب العقوبة على محمود كهربا وقرار إيقاف لمدة 12 مبارا في هذا التوقيت الحساس من عمر الموسم وكان الاهلي قد أحل الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملة ورفعت اللجنة توصيات لمجلس الإدارة يتم استعراضه خلال اجتماع اليوم بالفيديو بيان عاجل من رئيس الاهلي محمود الخطيب بعد انتشار خبر انسحاب النادي الاهلي كشف العامري فارقن أبو رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي عن موقف الفريق الأول لكلة القدم بالقلعة الحمراء من الانسحاب من كأس السوبر المصرية بعد عقوبات لجنة الانضباط على محمود عبد المعم كاربا مهاجم الفريق الأحمر بإيقافه 12 مبارا وتغريمه مليون جنيه وقال العامري فاروق خلال تصريحات عبر إذاعة الشباب ورياضة مع برنامج النجوم في رمضان كابت محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في اجتماع حاليا لمناقشة قرار إيقاف محمود عبد المعم كاربا من لجنة الانضباط واضاف ونك اجتماع مجلس إدارة النادي الاهلي غدا لاربعة في تمام الساعة الواحدة ظهنا وعلق العامري فاروق على فكرة الانسحاب من بطولة الصبر المحلية مما الزمال قائلا ندرس كل شيء مستثمر إماراتي على النشراء نادي الزمالك رسميا بقرار عاجل جدا فجر الإعلامي إسلام صادق مفاجأة كبرى بشأن مباراة كأس الصبر المحلية بين الأهلي والزمالك المقرر قامتها شهر المقبل وقال صادق عبر برنامج البريمو على قناة تينا إدارة النادي الاهلي تفكر جديا في الانسحاب من بطولة كأس الصبر المحلية ردا على عقوبة إيقاف محمود عبد المعم كهربى 12 مباراة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على هامش أحداث مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك وترد في الساعات الأخيرة العديدة من أنباء والتقارير الصحفية والإعلامية التي أشرت إلى رغبة النادي الاهلي في الانسحاب من بطولة الصبر المحلية بعد قرار اللجنة الانضباط بشأن يقاف محمود كهرباء لعب الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الحمراء لمدة 12 مباراة بسبب الشكوى المقدمة من نادي الزمالك بضل لعب عقب الأحداث التي شاهدتها مباراة القطبين في الدور الممتاز وأضاف ونكت تسريباتهم بشأن انسحاب الأهل من السوبر وأنا ضد هذا القرار وهذه الأمور ليست في القاموس النادي مطلقا خصوصا أنها مباراة قام خارج الوطن في دولة الإمارات وهي مسؤولية وطنية على النادي فهي تمثيل الكرة المصرية بالخارج أول قرار عاجل من مرتضى منصور تجاه السعودية بعد عزله من رئاسة نادي الزمالك كشف المتحدث باسم وزارة الشباب ورياضة في مصر محمد الشاذلي موعد تنفيذ قرار إلزام إدارة الزمالك بعزل مرتضى منصور إيسو مجلس الإدارة وقال الشاذلي حفاظا على استقرار الزمالك وعدم دخوله في نافق مظلم الوزارة انتظرت في الفترة الماضية قرار القضاء الإدارية بالنظر في الدعاوي الأربع المقدمة التي كانت في نفس الشكل والموضوع واضاف ألاحظ صدر الحكم في الأربع دعاوي وضمت جميعا في قضية واحدة وصدر حكم بإلزام إدارة الزمالك بعزل رئيس الندي وترشيح من سيتولى بدلا منه لحين عقد الجمعية العمومية العادية وتابع حاليا وزارة الشباب ورياضة لا يمكنها إجراء أي رسمي لحين تسلم الصيغة التنفيذية للحكم وأكمل سيتم إلزام إدارة الزمالك باختيار الرئيس لحين إجراء انتخابات على منصب الرئيس في الجمعية العمومية واستكمال المدن الانتخابية للمجلس الحالية وكشف من حقيق طعن الحكم في المحكمة الإدارية العليا لكنه لا يتوقف تنفيذ الحكم واصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر إلى حد حكما بعزل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الناد الزمالك المصري من منصبه رسميا الناد الأهلي يدخل في مفاوضات مع الممعشور وأول رد من الزمالك رجح الإعلامي عمروديب أن تستمر الأزمات في نادي الزمالك لسنوات مقبلة وذلك في معرض تعليق على صدور قرار من محكمة القضاء الإدارية بعزل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الناد الأبيض من منصبه وقال خلال برنامج الحكاية على قناة MBC مصر الثانية مساءنا أول ما اسمعت قرار الحكمة افتكرت المدرب الجديد الراجل اللي جان بيه من بره بقاله أسبوع دلوقتي بقولوله رئيس النادي اللي مضى معاك مشيا طب مين جاي محدش عارف طب فين مجلس الإدارة؟ هنجتمع ونشوف وأضاف الزمالك مش نادي ده مدينة ملاهية ده خرابة كل ده بسبب الإدارة مش عاوز أول كلام تقيل لكن النادي تبهد الأوي وإحنا اللي بندفع الثمن وللأسف هندفعه لسنوات ولانا عزان مشاهدين أعتقدوا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن نهي حديثي سأطرح عليكم سوال وتمنى منكم المشاركة بأرأيكم في التعليقات هل سيعود مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك من جديد لا تنسوا أن تشاركونا بأرأيكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرسة لكي يصلكم كل جديد أولا بأولا وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي